عزيزي طلبة وطلبات السنوية العامة اهلا ومرحبا بكم في حلقاتنا المتواصلة ومدرسة على الحواء عزيزي طلبة وطلبات السنوية العامة منهج التاريخ نلتقي بكم اليوم واخر حلقات الفصل السالس في بداية الحلقة بنهن طبعا كل المصريين وليس كل المسيحيين فقط كل عام وانتم بخير وربنا ان شاء الله يعود عليكم الايام والاعياد باليمن والخير والبركات اه طبعا بنشهد احتفالات كتير جدا احتفالات رأس السنة واحتفالات اخوانا الاقباط وشركائنا في الوطن وبذلك نهني اخوانا الاقباط ونهني انفسنا ايضا ونهني كل المصريين بكل هذه الاعياد وربنا يدوم الاستقرار بإذن الله على مصر طوال العمر اعزائي الطلاب توقفنا في الحلقة السابقة عن جهود مصطفى كامل في البداية تحدثنا عن سياسة مصطفى كامل وكيف نصق سياسته مع الخديو بشأن الحركة الوطنية والسلطان العثماني نظرا لتبعية مصر لتركيا وفرنسا نظرا لغضف فرنسا من الغاء ذافرين المراقبة السنعية نتحدث اليوم ونتطرق الى الفترة الثانية لحكم عباس حلم التاني وتحوله الى السلبية فاصل ثم نعود اليكم من جديد فانتظرونا اعزائي الطلاب اهلا بكم من جديد نتواصل سويا في الحركة الوطنية وحادثة فاشودة طبعا حادثة فاشودة من الحوادث الكبيرة جدا التي اصارت لغة في السياسة العالمية وكانت سببا في انقلاب موازين العالم حادثة فاشودة حادثة صغيرة حصلت في جنوب السودان قرية فاشودة وقرب التقاء النيل الابيض بنهر السوبات حادثة سياسية وكانت ايه واجهتها عسكرية قبل ما نتكلم عن الحادثة بنشوف مع بعض كده خروج الجيش المصري من السودان خرج الجيش المصري من السودان الف تمنمية ربعة وتمانين كلام ده كان الف تمنمية ربعة وتمانين في اعقاب انتهاء الصورة المهدية تاني معايا كده تم سحب وخروج الجيش المصري من السودان في اعقاب الصورة المهدية الف تمنمية ربعة وتمانين اذا فاصبحت املاك مصري في الجنوب مالها ارضا بلا صاحب ده بجميل لما اصبحت املاك مصري في الجنوب ارضا بلا صاحب حصل ايه بدأت الدول الاستعمارية وعلى رأسها انجلترا انتجت فرصة في النفاذ الى قلب افريقيا من خلال ذلك الحدث ازاي نشوف مع بعض كده بدأت تأسيم املاك مصري في الجنوب انجلترا حصلت على اوغندا والجزء الجنوب من مدرية خط الاستواء ايطاليا ريتريا وجوردفوي او الرأس الاخضر فرنسا جوبوتو وتجورة اذا هنا تم تأسيم املاك مصري في الجنوب تلك الاملاكة التي ليس لها صاحب بعد خروج الجيش المصري من السودان لو بصنا هنا في التأسيمة هللا انجلترا خادت اوغندا الجزء الجنوب من مدرية خط الاستواء واملاك تانية كتيرا ايطاليا حاجة بسيطة ريتريا وجوردفوي فرنسا جوبوتو وتجورة اصبح الانجلترا نصيب الاسد في هذه الاملاك المصرية لو بصيت في الاملاك دي تلك التأسعات التي دخلتها مصر في اخر عصر اسماعيل طيب حصل ايه غضب فرنسا فرنسا زعلت زعل كبير جدا في الفترة دي ليه لان فرنسا مش عايز انجلترا تنفرد بقلب افريقيا طيب نبص مع بعض كده ونشوف الخارطة اللي انا هرسمها دي كده حاجة بس قروك كده بنوضح فيها الاحداث اللي هتحصل في الفترة دي دي قارة ايه افريقيا البحر الاحمر اهو بحر متوسط قارة اوروبا فين مصر ادي مصر اهي ادي السودان ركز معي كده مصر والسودان اللي اتنين اللي اتنين دول املاك مين املاك محمد علي تمام طيب انت كان فيه عندك انا املاك في الجنوب الاملاك في الجنوب دي بتاعت مين بتاعت اسماعيل لما انا توسع اسماعيل في شرق ووسط افريقيا خد حاجات كتير جدا معادة مين الحبش اللي حصرها من كل الجهاد بتوسعاته طيب كويس انت قلت الوقت لما الجيش المصر انسحب منين من السودان اصبحت املاك مصر في الجنوب السودان وجنوب السودان ارضي بلا صاحب تمت تأسيمة تأسيمة الاملاك بين انجلترا وفرنسا وايطاليا مين اللي زعلت لو بصينا كده للخريطة بص معايا كده هنلاقي ان المنطقة الجنوبية دي استعمار هولندي المنطقة الغربية دي كلها استعمار فرنسي ما عدا منطقة المغرب ما عدا المنطقة دي ركز معايا كويس كده طيب لما تقسمت الاملاك اللي جنوب السودان فرنسا زعلت ليه زعلت فرنسا زعلت فرنسا لاعتراضها على انفراد انجلترا بقلب افريقيا يعني فرنسا مش عايزة انجلترا تاخد السودان طيب حصل ايه هنا في قرية في جنوب السودان اسمها قرية فشودة قرب التقاء النيل الابيض بنهر الصباط في المنطقة دي فقابت فرنسا بارسال حملة عسكرية الى فشودة فرنسا بسرعة رحت بعت حملة عسكرية من الغرب الافريقي الى فشودة الكلام ده ليه لمانع انجلترا من التواغل في قلب افريقيا طيب انجلترا سكتت لا انجلترا ما سكتتش رحت انجلترا بعت حملة عسكرية من مصر الى ايه الى فشودة تقابل الحملتان العسكريتان في فشودة لذلك اطلق على هذه الحملة حملة عسكرية او حدثة كبيرة تسمى بحدثة فاشودة طب ايه نتيجة الكل في مصر يتصور ان فرنسا اقدمت على فاشودة لفتح باب المسألة المصرية واجبار انجلترا بتحديد موعد الجلعة المصر طب لما الحملة تلت قبله هنا في فاشودة حصل ايه قوتان عظمتان انتهت المواجهة بينهم مواجهة دبلوماسية ركز بقى في الصدمة كده دبلوماسية ازاي انسحاب القوات الفرنسية عائدة دون ايه صدام عسكري ركز معايا طب ازاي فرنسا زعلانة ومضغازة من وصول انجلترا الى منطقة السودان وحصلها على نصيب الاسد في الاملاك التي جنوب السودان وبالتالي تعود فرنسا عائدة دون صدام عسكري كان بيسموها في الفترة دي ياولاد مرحلة الغزل السياسي يعني الغزل السياسي فرنسا سيطرت على الاقليم الغرب من افريقيا كله باستثناء المغرب والمغرب مهمة لان بتتحكم في مضيق جبل طارق ولا تستطيع فرنسا فرض سيطرتها على المغرب الا من خلال مساعدة انجلزية يعني بدأت هنا انجلترا تلمح لفرنسا في فشودة انت ليك لسه مصالح معايا في المغرب الامر اللي قد الى انسحاب من فرنسا فيه ناس كتير جدا بتتسائل ازاي استاذ فرنسا زعلانة وبعتت حاملة عسكرية وتنتهي المواجهة دبلوماسية ازاي يحصل انسحاب للقوات الفرنسية دون صدام عسكري انا بوضحها لك اوبر رغم ان الكتاب ما اوضحاش بقولك مرحلة الغزل السياسي هنا والاتنين هيتقاربوا مع بعض في موضوع المغرب التي تحصل عليها فرنسا فيما بعد طيب تمام كده بنقول حادثة فشودة ونخلي بانا لو سألني ما المقصود بحادثة فشودة ايجي فيها سؤال بعد ما خلص الحادثة ههطلقوا عليها بعض الايه الاسئلة طيب لما نيجي نتكلم على حادثة فشودة من ناحية الحركة الوطنية هابدأ انا في المرحلة التانية هابدأ في المرحلة التانية ازاي لما قلنا نتائج فشودة على الحركة الوطنية ايه اللي حصل بقى في مصر دب اليأس في النفوس زار الخديوي لندن 1900 توقيع الخديوي اتفاقية الحكم السنائي المشترك 1899 بين مصر وانجلترا على مين على السودان ثم بعد ذلك تبدأ سياسة الوفاق مع جورست والخديوي عباس حلمي التاني ده بالنسبة لنتائج حادثة فشودة نبدأ بقى كده فها واحدة واحدة انت قلت في الاول دب اليأس في النفوس طيب لو قلتلك هنا بما تفسر دب اليأس في النفوس بعد حادثة فشودة وتراجع الخديوي عباس حلمي عن مسنطة الحركة الوطنية تقول لي ان عباس حلمي والحركة الوطنية والوطنين في مصر اعتقدوا ان فرنسا اقدمت على فشودة ليس لفشودة ولكن لفت حباب المسألة المصرية واكبار انجلترا على تعديد موعد الجلاء عن مصر فلما تراجعت فرنسا عائدة دون صدام عسكري دب اليأس في النفوس يعني لما فرنسا تراجعت هناك الشعب المصري مع الخديوي عباس حلمي قالوا دونك ايه فرنسا مقدرتش على انجلترا احنا اللي هنقدر عليها دب اليأس في النفوس وبدأ الخديوي في سياس التغير الايه المفاجئ نسبيا وهيساس السلبية ممكن نقول الوفاق بس لسه شوية الوفاق هيجي بعد سبعة حصل ايه زار لندن الف وتسعمية اول مظاهر المسالمة هنا زار لندن تسعمية ومن ابرز مظاهر المسالمة الخديوية في عهد عباس حلمي التاني مع الانجليز توقيع اتفاقية الحكم السنائي المشترك مع انجلترا بشأن السودان يعني ايه يعني انجلترا عايزة تحتل السودان ولا تحسب عليها مستعمرة تعمل انجلترا وقعت اتفاقية الحكم السنائي المشترك بين مصر وبريطانيا على ادارة السودان ليه حتى تواجه انجلترا فرنسا وغيرها من الدول باعتبارها شريكة على مصر او شريكة على حكم السودان هي ومين ومصر وبالتالي تبدأ سياسة الوفاق بين عباس حلمي والمندوب السامي الذي سيأتي بعد كرومر وهو جورست تمام اذا الحركة الوطنية هنا يحصل فعل اغباطة طيب نشوف كده احنا لما اقول هنا ما العلاقة بين حادثة فاشودة وجهود مصطفى كامل اللي هي جهود مصطفى كامل بعد فاشودة طيب جهود مصطفى كامل اول حاجة ادرك ذلك الرجل استحالت الاعتماد على الخديوي كده خسر الخديوي طيب الحاجة التانية العبارة الشهيرة لا يأس مع الحياة ولا حياتها مع اليأس تلاتة بدأ في تبصير تبصير مين الناس بايه بخطورة الاحتلال ثم اصدر جريدة اللواء عام الف وتسعمية لتنطق بالجلاء وتطالب بوضع دستور مصري ثم اصدر جريدة العالم الاسلامي الف تسعمية وخمسة في اطار الجامعة الاسلامية ثم لجح باسلوب الخطابة في تنبيه الرأي والضمير العام لاستقلال مصر جهود كتلة جدا لمصطفى كامل اهو ادرك استحالت الاعتماد على الخديوي قال لي ياس مع الحياة والحياة مع اليأس طيب صير الناس بغتورة الاحتلال جابت اللي هو سنة الف وتسعمية اللي هو تطالب بالجلاء وضع دستور مصري العالم الاسلامي الف وتسعمية وخمسة في اطار الجامعة الاسلامية استخدام استقبل خطابة لتنبيه الرأي العام تجاه استقلال مصر هلاخد معنا ايمان ونرجع لمصطفى كامل سلام عليكم ايمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا مصر ازاك يا ايمان كل شانطة يبقى وحزينتك طيب ده اللي احنا قلنا في الاول خالص حيص اعتقد عباس حلمي التان مش الاول اعتقد عباس حلمي ان فرنسا اقدمت على فاشودا لفاتح باب المسألة المصرية واجبار انجل طرع على تحديد موعد الجلاء عن مصر فلما ترجعت فرنسا عدة دون صدام عسكري دب اليأس في النفوس وكان الخدوة اول المنهزمين ها حاجة تانية لا شكرا طيب نحن اتكلمنا كده عن جهود مصطفى كامل نخلي بنا بقى انت قلت هنا في الاخر نجح مصطفى كامل في تنبيه الرأي العام من خلال الخطابة او تنبيه الضمير العام وفي الاخر ايه اللي حصل قال لك فشلت جهود مصطفى كامل ركز معايا في الاجتماعي اللي اكتبها دي فشلت ازاي ده انت قلت نجح من خلال اسطوب الخطابة بنقول فشل مين اللي فشل مصطفى كامل في ايه استاذ في الحصول على الاستقلال او التأييد العالمي ليه استاذ فشل في الحصول على تأييد الدول القبرى نظرا لاتفاق السياسة الدولية واتفاق السلطة الشرعية مع السلطة الفعلية ده السؤال ابن وضوحة ايامان تاني اهو يعني اتفاق السياسة الدولية مع بعضها يا استاذ يعني هنا بقى فيه تقارب بين انجلترا مين وفرنسا فيه تقارب ما بين الخدوة عباس حلم التاني والسلطة الفعلية المين لانجليز اذا خسر هنا هو فرنسا وخسر مساعدة مين الخدوة عباس حلم التاني فعشان كده منقول هو نجح في اسلوب الخطابة او من خلق اسلوب الخطابة في تنبيه يعني هو لما سرخ في الجريدة الايه الاسبوعية بتاع العالم الاسلامي جريدة اللي هو اه الناس بسط عليه اصطلت على مصطفى كامل اه بسط بس انما قال حد ساعده لما حد ساعده تبقى هو نجح انه ينبه الناس ان فيه اضية في مصر وفيه كفاح للاستقلال انما هل فيه مساعدة قالك لا نظرا لاتفاق السياسة الدولية بين انجلترا وفرنسا السلطة الشرعية مع الفعالية الخدومة على الانجليز ادى الى غياب الضمير وتكسير الوعي تجاه استقلال مصر ولا حد ساعد مصطفى ايه كامل بل مصطفى كامل خسر كتير جدا في الفترة دي طيب تمام لما نجي نتكلم على نتائج فاشودة في الاسترسال فاشودة كانت يعني حدثة خطيرة سياسية قلبة موازين العالم انجلترا وفرنسا قواتان عزمتان استعمارياتان يتصرعان على المستعمرات في صراع بينهم خدناها في الفصل الاول من اواخر القرن السبعتاشر واتوال القرن التمنتاشر لما نجي نحصل يعني سنة وفاق بينهم حبة وفاق الوفاق ده هيئة اللي بالدنيا اتحاد انجلترا وفرنسا كارسة عالمية ممكن نقول هتولد الحرب العالمية الاولى ازاي لما نجي نقول الوفاق الودي نركز مع بعض كده الوفاق الودي الف وتسعمية واربعة طيب هو الوفاق ده كان بين مين الوفاق ده كان ما بين انجلترا وفرنسا الدولتين اللي طول عمرهم بيضربوا في بعض اه الاتنين اللي بيضربوا في بعض حصل بينهم وفاق ودي الف وتسعمية واربعة طيب لما اجي نقول عندي اول حاجة في الوفاق ايه هي يا استاذ الظروف او الاسباب التي ادت الى هذا الوفاق نقول واحد حادثة فاشودة مقدمة للوفاق على رأي المسل كده ما محبب لبعد عداوة حادثة فاشودة قربت انجلترا منين من فرنسا ليه فرنسا ما قفلتش مع انجلترا وكبرت دمخها وانسحبت من فاشودة دون صدام عسكري طيب تمام اتنين الوفاق ضد قوة المانيا المتنامية بريا وبحريا المانيا دولة قوية ومتنامية بريا وبحريا والمانيا مجورة الفرنسا والمانيا بالتالي بتخش مع فرنسا في نزاع وبتضرب دايما وبتكسب ايه فرنسا او بتهزم فرنسا فقالوا دلوقتي احنا الاتنين هنفضل نضرب فباع مين اللي هيستفيد المانيا طيب الحال مدام فيه حد جديد هيطلع السرعنا طيب احنا الاتنين لازم نتفع عشان نضرب الجديد ده طيب كويس عقد الوفاق في اطار الوفاقات الدولية يعني الناس كلها بتعمل وفاقات انجلترا وروسيا عاملة وفاق ايطاليا والمانيا والنمسا عاملين وفاق احنا هنعمل وفاق زي الناس ما هي عاملة طيب كويس علاوة على رغبة مين فرنسا في احتلال المغرب زي ما شرحت لكم على الخريطة فرنسا عايزة احتل المغرب بعد ما احتلت تونس والجزائر الوحيدة اللي ممكن تساعدها على دخول المغرب هي مين انجلترا خمسة ملك انجلترا بنفسه عامل ايه زار باريس 1903 لاحداث تقارب وعقد الوفاق الودي خلي بالك من الظروف دي مهمة جدا 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 تاني كده معي الوفاق الودي 1904 ما بين انجلترا وفرنسا الوفاق تعمل ليه الظروف يا استاذ هي الاسباب الظروف هي الاسباب نقول حدثت فشودة مقدمة للوفاق الودي من انجلترا وفرنسا عقد الوفاق من انجلترا وفرنسا ضد قوت المانيا المتنمية بريا وبحريا عقد الوفاق من انجلترا وفرنسا في اطار الوفاقات الدولية التي عقدت من قبل كانجلترا وروسيا وايطاليا والمانيا والنمسا رغبة فرنسا من هذا الوفاق في اكتمال الامبراطورية الفرنسية في شمال افرقيا باحتلال المغرب ولا يتم ذلك إلا بمساعدة انجلترا مالك انجلترا نفسه بنقوله قدم السبت وزار باريس 1903 لعقد الوفاق الودي ارجوكم يا ولاد نخلي بنا من ظروف الوفاق الودي الوفاق الودي من الاحداث السياسية والتاريخية الهمة التي احدثت انقلابا في السياسة العالمية طيب اتعامل الوفاق الودي بعد عقد الوفاق الودي ترتب عليه اضرار كبير بمصالح مصر ومراقش اللي هي المغرب طيب نيجي نقول كده سؤال ما هي نتائج الوفاق الودي 1904 انت قلتين هنا فيه ظروف للوفاق والدولتين اللي هيعملوه ايه نتكتل وفاق جاء الوفاق ضد مصلحتي مصر والمغرب ازاي بنقوله اطلاق انجلترا يد فرنسا في مراقش يعني انجلترا وفقت على احتلال فرنسا مراقش اللي هي المغرب مقابل عدم تحديد او مطالبة فرنسا بتحديد انجلترا موعد الجلاء عن مصر يعني باختصار ان انجلترا تقعد في مصر على طوله محدش يتكلم معاها وفرنسا تحتل مراقش اللي هي مين المغرب فكان الوفاق ضربة كبرى ضد مصلحتي مصر ومراقش الامر اللي قد الى ايه انتهاء المعارضة الدولية لانجلترا في مصر مين اللي كان بيعارض انجلترا في مصر فرنسا وكان بساعد مصطفى ايه كامل طب فرنسا كده ترادت واخدت مين مراقش طبق انتهت المعارضة الدولية لانجلترا في مصر الامر الذي احدثه خطورة على الحركة الوطنية ازاي نقول اتباع المندوب السامي ايفلين بيرنجي او كرومر سياسة الشدة مع الوطنيين اللي هي اساسة القبض الحديدية وتضييق الخناق عليهم علاوة على ان كرومر عمل على اتهام المصريين بعدم الكفاية للحق الزاتي تاني ارجوكم معايا الايه الاجابة دي مهمة نتيجة الوفاق الودي جعل وفاق الودي ضربة كبرى لمراقش ومصر ازاي اطلاق انجلترا يدى فرنسا في مراقش مقابل عدم مطالبة فرنسا لانجلترا بتحديد موعد الجلعة عن مصر بذلك انتهت المعارضة الدولية لانجلترا في مصر وبدأت انجلترا او كرومر يتبع سياسة الايه الشدة وتضييق الخناق على الوطنيين والتهام المصرين بعدم الكفاية للحكم الايه الزاتي ودي كان الكارسة كبيرة جدا على الحركة الايه الوطنية طيب قبل ما ارجع وقول الاسئلة برضو انا عايز اقول الايه الحتة الاخيرة اللي بتنصبق او بتأتي نتيجة للوفاق الودي من ضمن الحوادث الكبيرة اللي حصلت نتيجة للوفاق الودي حادثة دنشواي الف تسعمية وستة ده لك السلاف حادثة دنشواي طبعا حادثة دنشواي من الحوادث الكتيرة جدا الاجتماعية والسياسية اللي حصلت في التاريخ المصر وكل الناس تعرفها الحادثة طبعا نفس الحادثة او موضوع الحادثة مش مقرر عليكم وموجود كده تلاقيه في هامش الكتاب من تحت كده معلومة كده تقرأها النفس زباط انجليز بيصطادوا حمام من قرية دنشواي في محافظة المنوفية ايه صاح احد الفلاحين بسبب اجران الامح اللي ممكن تشتعله وبالفعل اشتعلت اجران الامح جير الزباط وجيروا وراهم اهل القرية مات احدهم من ضربة ايه شمس تم تقديم اقتر من 54 واحد للمحاكمة اقتر من 54 واحد تقدم للمحاكمة امام اهليهم في قرية دنشواي وطبعا تعدادة الاحكام ما بين احكام بالاعدام وشنق امام اهليهم واحكام مؤبد واحكام ايه سجن مدد متفوتة واحكام بالجلد واحكام غيابية يعني الحادثة بسيطة يعني عسكري ماتل واحده من ضربة شمس لا تتطلب الحادثة كل هذه الاحكام وكل هذه حركات الارهاب من قبل قرومر طب انا عايز اعرف دلوقت ايه اللي حصل وخلى كرومر يعمل له حادثة بسيطة طب الحادثة هنا يا واستاذ ماش مناسبة خالص للي حصل ايه قصادها فبنقول هنا ركز معايا كده نتاج دين شوي كانت الاحكام غير مناسبة للحادثة الاحكام غير مناسبة للحادثة ليه وذلك لاخماد صوت الوطنيين للابد ركز معايا كده هنا ايه تاني احكام دين شوي قاسية ومتعددة غير مناسبة للحادثة راجل ماتل واحده وتحاكم فيه اكتر من خمسين واحد ليه هدف كرومر اخماد صوت الوطنيين للابد وبالتالي ظهر مصطفى كامل فاصبح هناك جهود مصطفى كامل بعد حادثة ايه دين شوي اذا مصطفى كامل ليه جهود بعد حادثة دين شوي وليه جهود بعد حادثة ايه فاشهود اللي خدناها قبل كده يعمل ايه مصطفى كامل اولا ندد باعمال الاحتلال ونتيجة لجهوده قامت انجلترا بعزل كرومر الف تسعمية وسبعة وتولية السير جولست ادرنا انشيل كرومر اللي قعد 24 سنة في مصر كرومر حاكم مصر من 883 في القانون الاساسي لتسعمية وسبعة 24 سنة ثم بعد ذلك زيادة الحركة الوطنية الحركة الوطنية طبعا زيادة عملوا الحزب الوطني اللي اسسوا مصطفى كامل ثم انشاء نادي المدارس العليا ثم اصدر مصطفى كامل طبعتين من جريدة الواء للقارئ الاوروبي الانجليز والفرنسي تبكز تاني كده معين قولهم حدث الدنشواي احكام الحدثة غير مناسبة للحدثة حدث كرومر اخماض صوت الوطنيين للابد طب مصطفى كامل عمل ايه ندت بعمل الاحتلال قامت انجلترا بعزب الكرومر وتعيين السير جورست مكانه زادت الحركة الوطنية نظرا لعزب الكرومر اسس مصطفى كامل الحزب الوطني نادي المدارس العليا للاشراف على المدارس زي وزارة التربية والتعليم اصدر طبعتين من جارت اللواء للقارئ الانجليز والايه والفرنسي تبقى دلوقتي عندي انا هتكلم عن مصطفى كامل قبل ما اخش على اساسة محمد فريد عايز اقول معاكم بعض الاسئلة طيب لو في اي تنفونة او اي اتصال في اللي فات نخليه معنا اه ولا انا احاول نخلي الاسئلة في نهاية الحلقة اقولها كلها كده مع بعض بحيث ان بلجرز الاخر من الحلقة اسئلة عامة على الحلقة نركز الله يخليكم طيب وصلنا كده لمحمد فريد مات مصطفى كامل الف تسعمية وتمانية في عز شبابه اربعة وتلاتين سنة مات مصطفى كامل ولم يترافح في اي قضية مدنية مصطفى كامل كان خديج لمدرس الحق المصرية الفرنسية وهب نفسه منذ ايه تخرجه الى خدمة قضية استقلال بلاده حتى وفاته خلف طبعا مصطفى كامل في قيادة الحزب الوطني وقيادة الحركة الوطنية محمد فريد طيب تمام لما نيجي نقول محمد فريد قاضى الحركة الوطنية في مناخ غاية في الصعوبة الدنيا صعبة جدا قدامه اولا وفات مصطفى كامل المفاجأة لم تعمل على اعداد قيادة من بعده ما كانش حد متصور ان مصطفى كامل هيموت في السن ده فلذلك ما تمش اعداد محمد فريد لقيادة الحركة الوطنية لذلك بنقول ايه ظروف صعبة علاوه على اتفاق السلطة الشرعية مع السلطة الايه الفعلية انجلترا وايه الخديوه بقى وحبايب هناك زمان مصطفى كامل كان بيساعده الخديوي اتفاق السياسة الدولية فرنسا وانجلترا خلاص بقى حبايب عمله رفاق الودي فرنسا كان بيساعد مصطفى كامل اذا الظروف كلها كانت ضد محمد ايه فريد ناخد معنا اسامة ونرجع مرة تانية نشوف محمد فريد والحزب الوطني السلام عليكم اسامة السلام عليكم وعليكم السلام وانطلاق بركاته ازاك يحب يعمل ايه ازاك يحب يعمل ايه كل السلام انت طيب انت طيب اللي يخليك اللي يخليك اتفضل اعجب في السؤال لكم ماذا يحدث استمر دعم الخدوة عباس حلمي للحركة الوطنية بعد حدثة فشودة لو استمر دعم الخدوة عباس حلمي للحركة الوطنية بعد فشودة واحد سوف هتعرف تجاوب استمر اعتماد مصطفى كامل على عباس حلمي الثاني ماشي بص معايا كده انا اعمل اكزا الرياضة بص معايا كده الفارد وفي حاجة اسمها المفروض عليه فاهمني الفارد لو اقوى من المفروض عليه المفروض عليه يقدر يكسر الكلام انت قلت لبوك انا عايز بيجي ناعة الصبح حالك ما فيش غير خمسة جنيه هتعمل ايه خلاص اخدها خمسة جنيه بتقدرش انتكلم تعمل لحسة لو انت رفضت تاخدر خمسة جنيه ما هو داشت خالص صباح انت تدير بقى وتتباعدل صح اي هو انت شواخد خالص صح اي حلووي انت قلت ماذا كان ايه يا حدو سيزا استمر مين بقى عباس حلمي الثاني في سياسته المتشددة دعمه ده الحركة الوطنية ضد الاحتلال او انجلترا او في دعم الحركة الايه الوطنية الكلام ده هيزعل مين هيزعل مصطفى كامل هيزعل انجلترا معايا يا اسما معاك لو الراجل ده فضل يساعد ويتشدد مع الانجليز ويدعم الحركة الوطنية هيزعل مين الكلام ده انجلترا مين اللي اقوى انجلترا طيب جميل انجلترا هتطلب منه انه يتراجع عن سياسته يعني هتفرض عليه ايه زي ما حصل في قصة مصطفى فهمي اه طيب هو اقوى ولا اضعف من انجلترا اضعف من انجلترا هنعكس ولا هنتنبأ 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 حلو اوي ما تحكس بله حصل تقول اول حاجة قامت انجلترا بعزله على طول انت فهمتني ايه فهمت طيب انجلترا تعزله ولم يساعد الحركة الوطنية ولم يفرج عن مساجين الثورة العربية ماشي يا بنت ماشي يا اسامة ماشي يعني السؤال ده برضو مصول السؤال ايه يا اسامة فاكر انت معاهدة لندن ايه يا اسامة ماشي طيب نرجح هنا طبعا يا اولاد السؤال ماذا يحدث ده السؤال برضو ومحتاج فيهم شوية مش كل اسئلة ماذا هيحدث اسئلة ايه يعني زي ما انت متعود كده من زمان حفظ اعكس النتائج اعكس النتائج يستحيل في نتائج بينفعش اعكسها خالص يعني السؤال بتاع عباس حلم التاني ده لو انت ماذا هيحدث يستمر عباس في السياسة المتشددة ضد الاحتلال الانجلترا مش هتسيبه يستحيل تسيبه ابدا ابدا انجلترا هتعزله على طول على طول من غير كلام بحسب انجلترا بالاتفاق مع السلطان عزل اسماعيل فاكر انت لما اتكلمنا عن معاعدة لندن 1840 والنماذا هيحدث اذا هرفض محمد علي معاعدة لندن ايه واتعكس النتائج سيتم حصاره وضربه وهزمته وتدميره وعزله من مصر يعني ده مش هتعزل لا ده هيتضرب الاول ويتدمر ويتعزم لان احنا قلنا تقاهب الاساطير الاوروبية لحصار مصر وضرب محمد علي التنفيذ لندن طب حارب محمد علي ومقبلش المعاه في الحادي هيحصل ايه بقى حصاره ضربه تدميره اتنين عازله تلاتة انت لها حكم الاسرة العلوية في ايه مصر اربعة عادة مصر ولاية عثمانية كطبعها الاول تعاني الضعف والتضاهر بس في امتين هنا فنخلي فيه شوية يعني ايه فيها تنبؤ ومش كل حاجة نعكس نتائجها اللي يخليكم طيب هنتكلم على محمد فريد طبعا انت قلت ايه عازل كرومر وتعيين جورست طب لما اجي اتكلم على سياسة جورست اركز معايا كده انت بتتكلم في محمد ايه فريد ما احنا قلنا محمد فريد ظروفه صعبة عشان انجلترا وفرنسا بقوا حبايب الخديوة وانجلترا بقوا حبايب وفات مصطفى كامل المفاجئة طب جه سياسة مين محمد فريد طب لما ليه يجب مع سياسة جورست المندوق السامي البريطاني جورست تعمل ايه في سياسة في مصر ركز معايا كده عكس كرومر خفف الرقابة على تصرفات الخديوي اتنين وسع سلطات مجلس النظار المصري تلاتة اطلاق يد المصريين في ادارة شؤون بلادهم اربعة ايقاف سياسة النجلزة ركز معايا كده في التلاتة الاربعة دول خفف وسع اطلق اوقف خفف الرقابة على الخديوي اعمل اللي انت عايز يا باشا وسع سلطات مجلس النظار الوزر المصريين يشتغلوا براحته اطلق يد المصريين في ادارة شؤون البلاد المصريين اللي يشتغلوا وقف سياسة النجلزة يعني هيسحب الموظفين الايه الانجليز والصحافة كتبت الكلام ده تب السياسة دي سياسة انجليزية حلوة ولا وحشة جميلة تخدم البلد ولا الضرها تخدم ليه حصل التحول المفاجئ من سياسة الشدة وتضييق الخناق على الوطنين وحادث الدنشواي الى هذه السياسة انجلترا دولة زكية انجلترا دولة زكية ما تحب تزعل حد مش عشان هي بتحب حد لا عشان هي بتحب مصلحتها البلد سخنت وحارتها وصلت اربعين احنا عايزين ايه ننتصس خونة الشعب المصري بعد حادث الدنشواي وارهاب انجلترا مما حدث على يد مصطفى كامل نعمل ايه بعتنا جورست جورست اساسا كان قاعد في مصر وفاهم الشعب المصري كان شغال ساعتها مستشار لوزارة المالية على انها اعمل سياسة تخفف من حدة الايه المشاكل وزيادة غضب المصريين والناس تحب انجلترا وتقرح الخديوي يا راجل اه هعمل كده لما عمل الصلاحيات دي واطلقتها انجلترا في الصحافة انجلترا عملت كذا وكذا وكذا فاصبحت الصلاحيات في يد الخديوة عباس حلم التاني جميل طبع عباس حلم استغلت الصلاحيات ولا ما استغلهاش لا ما استغلهاش الامر اللي قد اليه ركز في الكلمة دي كده التباعد بين الوطنيين والخديوي واخذت الحركة الوطنية شكل الاخر يعني يا استاذ التباعد انت عندك الوقت جورست لما ده الصلاحيات دي للخديوي ادهله ليه نظرا لوصوخ الانجليز في خيانة عباس حلم التاني للحركة الوطنية والتنقل للوطنيين وعدم استغلال هذه الصلاحيات يعني جورست ما ادهلهاش وخلاص ده عارف انه هو مش هستغلها طب جميل طيب ماذا هيحدث اذا قام الخدوم باستغلال هذه الصلاحيات هيقوم جورست بسحب هذه الصلاحيات طب الخدوم استغلش الصلاحيات وانجلترا ايه نشرت الصلاحيات الناس حبت مين حبت انجلترا وكرهت الخديوي واخذت تباعد بين الوطنيين والخديوي واخذت الحركة الوطنية طريقا اخر نخلي باننا من الصلاحيات ده اللي يخليكم لانه ممكن يكون فيها سؤال تقيم مهم قوي معاني امان السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام ازاك امان ازاك امان كل السلام انت طيب انت طيب تفضل كان عندي سؤال ما العلاقة تفضل ما العلاقة بين مقاومة المصرين لهحمل الفرنسية وتوليد الحمد على حكما بمصر ما العلاقة بين بنقول عندي دخل الشعب المصري في تجارب بين الحكم والسياسي ايما الحمد لايه الفرنسي الفرنسي اللي هو المقصود بها الديوان المصر بقى تبص معي بس. الدواوين اللي كانت انشاءتها الحملة الفرنسية. هفاهمك بس. عرف انت قوة الشعب المصر اللي في الفصل التاني. اهوة. قوة الشعب المصر اللي في الفصل التاني. ايوة. السؤال بقى هنا ما انفعشه ما العلاقة بين مقاومة الحملة. انت قولها ما العلاقة بين الحملة وخلاص. انت فاهمني? ما مش مقاومة المصرين الحملة الفرنسية. ما العلاقة بين الحملة الفرنسية واختيار الشعب المحمد علي. فاهمني? ايو. ما العلاقة بين الحملة الفرنسية نقول دخل الشعب المصري في تجارب الحكم والسياسة من خلال الدوان العام فتبلورت افكارهم السياسية وتنبؤهم للمشاركة في الحكم. اشتركوا في المجمع العلم واتطلع العلوم والمعارف. ظهر للشعب المصري زعماء. ظهر للشعب المصري ايه? زعماء. اشتركوا مع مين? انجلترا والاطراك والمملك في اخراج الحملة الفرنسية. تمام? اه كسب تجارب. افكارهم السياسية في اختيار محمد ايه? علي. مقاومة الحملة? ما كانتش سبب في اختيار محمد علي? اكتر من تأثير الديوان العام اللي نبوهم للمشاركة في الحكم يا امام. معايا? معاك. انت عندك انا لما قلنا ايه اشتركت قوة الشعب في اخراج الحملة. لا انا بقول هنا ان الشعب بقاليه زعامة. الزعامة اختارت محمد ايه? محمد علي. ركز يا امام. لو الشعب نفسه ما اطلعش على نظام الحكم والسياسة فيه الدوان العام. كان هيعرفوا هنا المشاركة في الحكم? لا بسبب الحملة الفرنسية. طب الديوان العام هو اللي علمهم ولا معلمهمش ايه? هو اللي علمهم. علمهم المشاركة في الحكم فتنبهوا الى الاختيار واختاروا محمد ايه? محمد علي. فضل حاجة تانية? اه كان فيه بس احضرتك سؤال اللي هو بما تفسر مؤامرة اه مؤامرة الضباط الشراكسة على ضد اه مصطفى كامل او ضد احمد رابعي. او ظهور معامرة الضباط ايه العربيين من قبل الضباط الشراكسة والاتراك صح? بالزبط كده. الليل اتنو وتمانين. ونقول ذلك لغضب الضباط الاتراك بعد عزل قيادات التركة من الجيش اللي هو عثمان رفقي. ما انا كنت اه منتصر بس اش اجاوب عثمان ده انا كنت سأله من كم حلقة كانت? اتفضل. اجاوب اتفضل جاوب يا امام. بسبب عزل اه رئيس الحربية رسمية الرفقي التركي. اه. وغضب اه غضب الاتراك اه بسبب تولي الضباط المصريين مراتب عليا بعد عند تم تنصير الوظائف الصغرة. اه. الا الوظائف العليا في الجيش ظلت حكرا على الاتراك. يا جميل الله يفتع عليك صح جدا ممتاز. كده? اه? انا جبت نقطة من الفصل ده نقطة من الفصل التاني. زعلوا لما تعزل عثمان ريفقي وقالاتهم التركية. زعلوا لما المصريين خدوا الروتها بالعالية. هم تعودوا على احتقار الروتها بالعالية منذ نهاية السبعينيات او في عصر اسماعيل. تمام. حاجة تانية امام? لا شكرا. تاسلم يا امام مع الف السلام الله يفتع عليك. طيب. بعد كده هنتكلم طبعا نتكلمنا عن سياسة جرست وكيف كانت سياسة لقيمة. تعملها لابعاد الناس عن الخديوي. وازهرت الخديوي بمصر السلبي او الموافق او الخائن مع الانجليز ضد الحركة الايه الوطنية. طيب. نشوف عندي سياسة محمد فريد. محمد فريد عمل ايه? اول حاجة عملها محمد فريد بنقول واحد. وسع دائرة الحزب الوطني. ضم النقابات العمالية. تلاتة. اسهم في تكوين نقابة عمال الصناعي اليدوية الف تسعمية وتسعة. عمل على محو الامية وتعليم الكبار في مدارس ليلية. وسع دائرة الحزب الوطني لانه كان قاصرا على المثقفين من ابناء المدن. ضم النقابات العمالية للحزب الوطني. اسهم في تكوين نقابة عمال الصناعي اليدوية سنة تسعة. عمل على محو الامية وتعليم الكبار في مدارس ايه? ليلية. تمام. دي سياسة محمد فريد. هنحط لها طبعا الاسئلة دلوقت معنا. هنحط لها كم جبير جدا من الاسئلة. بعد كده بنقول ايه? وفاة جورست. بعد وفاة جورست خلف اللورد او المندوب السامي البريطاني الجديد كيتشنر. طيب نرجع نقول سياسة المندوب كيتشنر في مصر. عمل ايه كيتشنر في مصر? قبل ما نشوف كيتشنر في مصر ونشوف معنا حامد. السلام عليكم يا حامد. وعليكم السلام ازايك يا استاذنا? الله يخليك ازايك يا حامد. اه الحمد لله بعيدناك بعيدنا حضرتك معاه السؤال. اتفضل. اه ما. طيب ارجعنا تانية يا حامد وبعدين نشوف. سياسة كيتشنر عمل ايه? اعادة سياسة القبضة الحديدية. اتنين اعادة سياسة النجلزة. يعني ده عكس ايه? ده عكس سياسة جلس نهائي. وادخل المعارضين السجون. اعتقال محمد فريد. ست شهور. اعتقل محمد فريد ست شهور. لانه اصدر مقدمة لدوان شعر بمعنى وطنياتي في بعض العبارات الايه? الحماسية ضد الاحتلال. طيب وبعد كده يا استاذ قالك ثم تعقب نشاطه. تعقب نشاطه واعتقل اكثر من مرة. الامر الذي جعل محمد فريد يترك. خلي بالك من نكتبه ده مصر اختياريا ليواصل نضاله في اوروبا حتى وفاته الف تسعمية وتسعة عشر. طيب تاني اعادة القبضة الحديدية. اعادة سياسة النجلزة وادخل المعارضين الايه? السجون. اعتقل محمد فريد ست شهور لانه اصدر مقدمة شعر بانوان وطنياتي. تعقب نشاط محمد فريد واعتقل اكثر من مرة. الامر الذي جعل محمد فريد يترك مصر اختياريا ليواصل نضاله في اوروبا منذ الف تسعمية وتناشر حتى وفاته الف تسعمية وتسعة عشر. تمام. ده بالنسبة لسياسة كاتشلار. السلام عليكم. الو. 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 ايوة? ايوة. ايوة. ازيك يا اسراء? الحمد الله. اتفضلي. انا لكتعالي سأسقال. هو ممكن ان يقول ما لا علاقة اه قارن بين سياسة كاتشلار وكرومر? اعادي خالص اه. هنقول ان اه كاتشلار اعادة. اعادة سياسة القبضة. هو هنا بنا فيكلمة اعادة القبضة الحديدية تبقى فيه واحد وضع القبضة الحديدية. بس للأسف الكتاب مقاشرش ان كرومر وضع القبضة الحديدية. بس قال لك قرومر اتبع سياسة الشدة وتدليق الخلاق على الوطنين واتهمهم بعدم الكفاءة للحكم الذاتي. كل ده معناه ايه يا اسراء? اه. قبضة حديدية. قبضة حديدية. كاتشلار بقى عادة القبضة الايه? الحديدية. جميل. اه ممكن نسأل لي? اي سؤال. اي سؤال? اه. عارف حدسة دنشواي? اه. اللي احنا اتكلمنا عليها بتاع الفلاحين. ايه. نقول بما تفسر كانت احكام دنشواي غير مناسبة للحدثة. اه. هقولي. اه اتغلت انجلترا اه ادراقت انجلترا صعوبة اه ما التعرض لها ادارة مصر. صح? قولي. ميش. اه شدت اه اشتادت الحركة الوطنية على عكس ما كانت طريقة اه انجلترا. انا بقولي تفسر احكام دنشواي غير مناسبة للحدثة. لما كانت شو مناسبة? اه. اه. لانا انجلترا ارادت اه اخمادت الثورة الحركة الوطنية. طب تمام. حدف انجلترا اخماد اه الحركة الوطنية للابد. اتنين. اه ايه? اه? ايه اللي خلى عندي هنا انجلترا ترتكب حدسة دنشواي. انت قلت اه دف هنا اكرومر احكام غير مناسبة للحدشة. الحدسة لاخماد صوت الوطنية للابد. تمام جده? ايه. طبقى لاخماد صوت الوطنية الابد دي واحدة. اتنين. انتهاء المعدة الدولية وتخلي فرنسا عن مصر. ايه. مش اللي كان بساعد الشعب المصري بنت فرنسا? اه ايه. فرنسا تراجعت ولا بتساعد? لا سقطت دلوقت. اتراجعت. تمام. الامر اللي قده لاتباع كرومر السياسة الشدة والقبضة الحديدية والتعامل مصرين بعدم الكفاء للحكم الايه? الزاتي. ماشي يا بابا? ماشي يا بابا. حاجة تانية عندك? لا شكرا. معال في سلامة. طيب اخر حاجة عندنا بنقول عندي اه الحزب الوطني. وهنتكلم على عام الف تسعمية وسبعة. بنسميه عام كم ده? عام الاحزاب السياسية. نركز مع بعض كده? عام تسعمية وسبعة عام الاحزاب السياسية. ازاي عام الاحزاب السياسية? قالك ظهرت فيه الكثير من الاحزاب. كان اعلى الاحزاب صوتا واوضحها موقفا الحزب الوطني. ولكن ظهرت احزاب اخرى. البعض في احضان الخديوي. والبعض الاخر في احضان الاحتلال. ركز معايا كده? اعلى الاحزاب صوتا واوضحها موقفا الحزب الايه? الوطني. بس في احزاب تانية ظهرت. الناس مع الخديوي. الناس مع الاحتلال. الناس مع الاتنين. ازان كل الاحزاب اللي ظهرت هنا معدل الحزب الوطني. الوطنية ولا خينا? هم? كل هذه الاحزاب احزاب وطنية. ازاي? طالبت بالجلاء. طالبت بالدستور. والحياة النيابية الحقيقية. لكن كلا طالب بالطريقة المناسبة للعصر. ولما يعبر عن مصالح الحزب. وظلت هذه العملية بين مد وجزء حتى قيام الحرب العالمية الاولى الف تسعمائة عشر. طيب لحظة معي بس كده انا هنا عندي حت دي مهم قوي. تاني. عام تسعمائة وسبعة عام الاحزاب السياسية. ظهرت احزاب سياسية كثيرة. بعضها مع الخديوي. بعضها مع الاحتلال. بعضها مع الاسنين. ولكن اعلى الاحزاب صوتا واوضحها موقفا الحزب الوطني. اي حد تسأله تقول له اي صحة او خطأ العبارة احزاب خينة او وطنية لغبط. لاي احزاب وطنية. لان في النهاية اختلفت طريقة الكفاح. يمشوا مع الخديوي ويدربوه. يمشوا مع الاحتلال ويدربوه. طيب هما ليه بيمش معهم ما يخلوهم واضحين. ما هما لو واضحين مش هيجيبه نتيجة. هما هنا بيطلبوا بالجلاء. دستور. حياة نيابية. كلها انطلبوا بالطريقة المناسبة للعصر. يعني استغلوا بالطريقة اللي تمشي مصالحهم. وتعبر عن مصالح الحزب عشان عدد يزيد. وظلت هذه العملية بين مد وجزء حتى قيام الحرب العالمية الاولى الف تسعمائة اربعة عشر. السلام عليكم يا حامد. وعليكم السلام. اه ماذا كان يحدث اذا لم يتم عقد الوفاق اه الودي اه عام الف تسعمائة واربعة. اعكيشو بقى. اعكيشو كله. لظلت فرنسا اكسر عداء الانجلترا. لم تطلق يد فرنسا في مراقش. لم تنتهي المعارضة الدولية لانجلترا في مصر. لم يتبع كرومر سيادة الشدة. لم تحدث حدسة ايدن شوي. لظل مصطفى كامل يعتمد على فرنسا في كفاحه الوطني. ايه وحاضر شكرا مستاذنا. حقيقة تانية? اه شكرا. انا عافقا حبيبي بتاع طبعا. كده يا ولادي احنا خلصنا الفصل التالت لو اي حد عنده اي اتصال يتصل قبل ما نقفل الفصل التالت ان شاء الله. معلش انا اقول بعض الاسئلة. يعني نبدأ بقى تاني نقول اسئلة كلها عالحصة دي وعالفصل كله. لم قول اول سؤال عندي. ياريت بقى كله يساجل اسئلة دي. ما العلاقة? ما العلاقة بينه? انتهى الصورة المهدية واستعادة مصر ملمحة الاصلية ركز معي كده في السؤال ما العلاقة بين انتهى الصورة المهدية واستعادة مصر ملمحة الاصلية سؤال تاني قارن بين اصار انتهاء الحركة الوهابية وانتهاء الصورة المهدية على املاك مصر الخارجية سؤال تاني اثبت شاهدت مصر توسعات كبرى في الجنوب في عهد اسماعيل ده خليم انا من الاساسة ده اللي خليكم اه سؤالت انا برضو هنا كل ده حطيلي عليه السؤال سياسة محمد فريد واستعادة الحزب الوطني بما تفسر ليه ضم نقابات عملية بما تفسر اسم في تقول نقابة الصناعة الادوية بما تفسر اسم في تعليم الكبار ومحول امية بما تفسر كل نقط محمد فريد حطيلي علامة بما تفسر السؤال برضو تاني عندي هنا لما نيجي نقول ركز معايا ما العلاقة بين حسد فشودة والوطن العربي العلاقة بين فشودة والوطن العربي ايد صحة او خطأ العبارة تاريخيا تاريخيا تارك محمد فريد مصر بسبب سياسة انجلترا ضده معنا يا ولايات فيلم تسجيلي كده هنشوف حدس الدنشواي ان شاء الله وحاول ارجعلكم مرة تانية كده هنشوف اللي حصل في حدس الدنشواي اه طيب المخرجة بتقول لي كده ما فيش تاني هنختم طب اقول السؤال كمان السؤال كمان راحت طيب اه احنا عندنا دلوقتي كده خلصنا كل الاسئلة المطلوبة ونخلي بان الله يخليكم منه النوقت دي ونركز عليها قوي وبصورة كبيرة اخر سؤال ما العلاقة بين وفاة جورست وفاة جورست والحركة الوطنية معلش اه معلش يا ولايات بقى انا بشكركم خالص اه هنسمكم مع حدس الدنشواي تشوفوها وتتعرفوا اللي حصل في الحدسة وازي ارتكبت انجلترا جريمة في حق الشعب المصري اه مع راقة تحيات واهم من الامنيات لكم بالنجاح حاز احمد الصلاح يحييكم ونشوف حدس الدنشواي